السلام عليكم خوتي أنا ما كنتم وحيثم وجدتم سلامي لكم تحياتي لكم خوتي نصيحة لوجه الله شفت بعض إخواي شاركوا مقطع انتحار رجل من مسجد بقسنطينا يا خوتي الناس هذورهم ربما الشخص الأمريض ربما مجنور ربما ربما لأنه قد يصاب المسلم بأمراض نفسية وعضوية قد تؤثر على عقله تأثيرا بالغا لكن يصبح الإنسان فقد عقله قد يكون معذور لأنها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق كما قال رسوله سلم خوتي ما تبرتجوش المقطع هذاك انت عن انتحار الشخص مقسنطينا هذا معناه مناش ندافع الناس اللي انتحروا عمدا لأنه تدخل في حرام قتل نفس تدخل في الانتحار يعني واحد يكون بعقله يرمي روحه فهذه حرام أما الإنسان اللي فقط عقله فهذا إنسان مريض فامتو خوتي ما نشنفني هنا لكن ما تبرتجوش الفيديو هذا وجزاكم الله خير لأن الناس تحب دير دير شوشارة يا أخي عزيز سيد مات ربي يرحمه الله أعلم بحاله سلام مات ربي يرحمه الله أعلم بحاله